هذا المضعي الأسراء يصب فيه الديني والديولوجي تتقاطع فيه الأخلاق مع العادات مع التقافات وتمس كيان الإنسان وكيانة الأمم غير أن بلادنا والحمد لله لها ميزة تتميز بها على ذلك البلدان وهي كونها ليس فقط بلداً إسلامياً حريصاً على الحفاظ على هويته بل لأنها بلد على رأسه أمير المؤمنين وهذه الصفة هي صفة تجعل أمير المؤمنين من أوجب واجباته حفظ الدين كما حفظ الوحدة الوطنية كما حفظ استقرار البلد ولذلك جلالة الملك سنة مصطرة استثنائية لهذا الموضوع لأن التشريعات إنما يكون مصدرها إما المجلس الوزاري حينما يتعلق الأمر ببعض صنف من القوانين كالقوانين التنظيمية وقوانين الإطار وما إليها أما القوانين العالية التي تكون عبارة عن مشاريع فمصدرها المجلس الحكومية ثم تمر إلى البرلمان صاحب الكلمة الأولى والأخرة مع العلم أن المحكمة الدستورية لها حق الرقابة الدستورية كما هو منه حساسية هذا الموضوع وأهمية وخطرته جعلت جلالة الملك هو الذي يتولاه وينشئ من أجل ذلك لجنة أوكل مهمة النظر في الموضوع إلى ثلاث مؤسسات وليس ثلاث أشخاص أو شخصيات فالمقصود هنا المجلس الأعلى السلطة القضائية وليس الرئيس المنتدر وكذلك وزارة العدل وليس وزير العدل ورئاسة نياب العامة وليس رئيس نياب العامة بالطبع هذه المؤسسات لها مسؤولها وهم هنا الرئيس المنتدر الذي سيمثله المجلس الأعلى السلطة القضائية ووزير العدل الذي سيمثله وزارة العدل ورئيس نياب العامة الذي سيمثلني بالعامة لكن نظرا لأن هذا الموضوع عادة ما يقع فيه استقطاب بين مكونات المجتمع التي تنقسم في الغالب إلى رأيين أو موقفين موقف محافظ يستمد مادته من الدين وموقف ينسب إلى الحداثة والتقدمية الذي ينهل من منهالي الأفكار المقارنة والأراء المختلفة فلذلك جلالة الملك قرر أن يكون ضمن من يستعين بهم هذه اللجنة التلاتية المجلس العلمي الأعلى مع ما يمثله من رمزية دينية والمجلس الوطني الحق الإنسان فما يمثله من تعبيرات للرأي الآخر ثم هناك قطاع الأسراء نظرا لكون هذا القطاع له صلة وثقة بالموضوع وأمر جلالة الملك أن تكونك مشاورات موسعة وبعد ذلك تبلور وثقة ترفع إليه وركزا على صفة أمير المؤمنين أي إن جلالة الملك لن ينظر فيها بصفته فقط ملكا ولكن بصفته أمير المؤمنين أمير المؤمنين الذي أبى إلا أن يقول بصريحة عبرة أنه لا يحرم الحلال ولا يحل الحلال إذن الأمور من هذا المنطرق تبدو أنها تأخذ سبيلا واضحا وأن ما يمكن أن تنتهي إلي اللجنة لن يكون إلا معززا للأسرة بكافة مكوناتها زوجا وزوجة وأبناء طبعا لا يمكن لي أن أقول لكم اطمئنوا بشكل مطلق لأن الأمر هنا يتعلق بعمل البشري قد يكون فيه ما فيه مما يستدعي الملاحظة والتعقيم ولكنني من الناحية الأبدائية جد مطمئن مع كل حدر لازم وبالطبع فإن جلالة الملك في الرسالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة بيّن لماذا اعتمد هذا التلاتي لمؤسساتي قال نظرا لأبعاد القانونية والقضائية في هذا التعديل حضور الأبعاد القانونية والقضائية في هذا التعديل اقتضت هذا التكليف وبالطبع فإن هذه المنهجية هي بخلاف المنهجية التي كانت في المرحلة السابقة مرحات مدونة الأسرة حيث كانت هناك لجنة واسعة وتتكون من حيثيات فكرية مختلفة وأدت إلى أن يكون هناك صراع فكري كاد أن يعصف باللجنة واقتضى الأمر تغيير الرئيس الأول وتعيين الرئيس تاني لهذه اللجنة وأخذ النقاش وقتا ليس بالقصير الآن ستة أشهر أعتقد بأن اللجنة ستنضبط لها وسترفع إلى جالة الملك وجالة الملك سيقوم بالتحكيم للازم وبعد ذلك يحال الموضوع على الحكومة لتحيله على البرلمان إذن الموضوع بالنسبة إلي لا يتل كثيرا من المشاكل التي كانت قد أتلت في المناسبة السابقة لأن المناسبة السابقة ارتبطت بما سمي بمشروع إدماج المرأة في التنمية الذي كان مشروعا حكوميا خاصا دو أبعاد علمانية شوية مغلطة لذلك يمكن أن نقول بأننا في المغرب كنا وما زلنا نطور لاتنا ونصلحها بمنطق معتدل وأنجزنا ما أنجزنا مما يمكن أن نعتز به من خلال سلوك المنهج الوساطي لذلك من المفيد أن نتمسك بهذا المنهج الوساطي وأن لا نحيد عنه قلت وأقول من أراد أن يكون في سلك المحافظين الملتزمين من المسلمين أو سميهم الإسلاميين فله ذلك ولكن عليه أن يأخذ الأمر بشيء من الاعتدال كما أن من أراد أن يكون حداتيا أو علمانيا فمطلوب منه أن لا يذهب بعيدا لأنه إزاء مجتمع مسلمين متشبت بدينه ويريد أن يعيش ضمن القيم الإسلامية السمحة كما أن الأمر يتعلق بنظام دولة لا يسمح بالإنفلات الذي يطالبه به البعض كما أن البعض الآخر يتوجس منه ولذلك ينبغي أن نؤكد على منهج التوافق كمنهج خلاق يقدم ولا يؤخر يصلح ولا يفسد وأريد بالمناسبة أيضا أن أؤكد على أن مدونة الأسر كثيرا ما قيل عنها أشياء غير صحيحة وغير واقعية مشكلة الأسر المغربية لا يمكن معالجتها بالقانون فحسب القانون مفيد والقانون ينبغي تجويده والقانون ينبغي تحسينه هذا مما لشك فيه لكن لا ينبغي أن نعول على القانون وحده في إصلاح الأسرة الأسرة أيها الإخوة والأخوات تصلح بالأخلاق وأقول بالأخلاق أكثر مما تصلح بالقوانين وأكد هنا أننا حينما نتزوج نتزوج بشيء من القانون هذا صحيح ولكن بكثير من الأخلاق ونتفارق ونتطالق بالقانون ولكن ينبغي أن يكون بالأخلاق أكثر من القانون إمساك المعروف أكثر أما بين الزواج والطلاق فالمعاشرة لا يمكن أن نتصور أن القانون كفير بضبطها وبالنهوض بها إنما هي الأخلاق هي الكفيرة بأن تجعل المعاشرة بالمعروف كما أن الأخلاق هي القادرة على أن تجعل من الفرقة بمعروف بعد هذا أيها الإخوة والأخوات أحب أن أتحدث في موضوع في غاية الأهمية وأرجو الانتباه إليه وأرجو أن يتم تحرير هذه الصبورة حتى تستطيع تتبع المعطليات النصية التي سوف أتعرض إليها وهو على الخصوص هذه خصد فهم أن هناك تيار الإسلامي وكي تيار العلماني وأعتقد وسيظهر لكم ذلك جليا أن التيار الإسلامي حينما يتنكر لالاتفاقية الدولية في عمومه فهو في ذلك يتنكر عن خطأ والتيار العلماني إذ يستدل بالاتفاقية الدولية بشكل مطلق وبدون تدقيق للموضوع فهو أيضا في ذلك مطلق ما هو الحق الذي ينبغي أن نقف عليه من خلال المقتضى الدستوري والمقتضى الاتفاقي أولا ينبغي أن نتفحص الدستور ماذا يقول عن اتفاقية الدولية إذا ذهبتم إلى الدستور ستجد ثلاث مواقع تحدث فيها الدستور عن موقع الاتفاقية الدولية أولا التصدير فماذا قال الدستور في التصدير الدستور يقول عن اتفاقية الدولية في التصدير ما يلي يعني ديباجة يقول الدستور جعلوا الاتفاقية الدولية سي شوية كما صادق عليها المغرب جعلوا الاتفاقية الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وتوابط المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فورا نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما ستطلب هذه المصادقة أرجو التأمل هنا في هذا النص لأنه دستور المملكة الذي يؤطر هذا الموضوع تأثيرا دقيقا جعلوا اتفاقية الدولية كما صادق على المغرب إذن الاتفاقية الدولية لا تؤخذوا كما دخان لا تأخذوا كما وضعتها يعني الأمم المتحدة في نصها الأصلي إنما تأخذوا في المغرب وفي جميع الدول أقول لكم في جميع الدول كما صادقت عليها الدولة المعنية إذن الدستور المملكة لا يقول لها اتفاقها الدولية أنها لها الأولوية والأسبقية يقول لك كما صادق على المغرب وسأقف على هذا كما صادق على المغرب ماذا تعني وفي نطاق أحكام الدستور وقواني الملكة وهويتها الوطنية الراسقة تسمو فوق نشرها فورا نشرها على الشيعة الوطنية عدنا مرحلتين مرحلة المصادقة ينبغي أن تكون في نطاق حكام الدستور وقواني المملكة والهوية الوطنية الراسقة إذن مرحلة المصادقة ينبغي أن تنظر في هذه الأمور وهنا المصادقة كما صادق على المغرب إما أن لا نصادق لماذا لأن هذه الاتفاقية تتصادم مع الهوية الوطنية وقواني المملكة وحكام الدستور أو نصادق بدون تحفظ لأن هذه الاتفاقية تتوافق بالمطلق مع أحكام الدستور وقوالي المملكة وهوية وتراسل أو نتناول الاتفاقية وندقق في نصوصها ونتحفظ على ما ينبغي التحفظ عليه والتحفظ يكون بعبارة عبارة تحفظ وبأيضا عبارة بيان تفسري وكلاهما يعتبرون تحفظا ما يعني التحفظ تحفظ أصله هو أن هناك ما يسمى بدستور الاتفاقية الدولية وهي الاتفاقية الاتفاقية ال 1960 الاتفاقية ال 1960 التي هي الاتفاقية فين هذه الاتفاقية هي التي تعتبر دستور الاتفاقيات أي إنها تنظم ما يسمى بالممارسة الاتفاقية كيف توافق الدوال وبأي ما هي الصغيرة لغدك فتعطي هذه الاتفاقية فين أعطي لهم زيان تعطي للدول الحق في أن تتحفظ على الاتفاقيات التي ترى على البنود على بنود الاتفاقيات التي ترى أنها لا تتلاءم مع هويتها الوطنية أو بعض بعض المعطياتها يعني القومية وهناك بعض الاتفاقيات التي تمنع التحفظ وهناك بعض الاتفاقيات التي تبيح التحفظ في بعض المستويات وتمنع التحفظ في مستويات أخرى داخل نفس الاتفاقية إذن الممارسة الاتفاقية فيها الاتفاقية الاتفاقية تكون بالتوقيع أولاً والتوقيع لا يلزم الدولة وإنما ينبغي أن تكون المصادقة والمصادقة لا تكون إلا عبر مصدرات شريعية تمر من المجلس الوزاري ثم البرلمان ثم الأمر بالنشر ثم النشر بالجلد الاسمية وما لم تنشر الاتفاقية في الجلد الاسمية فهي لا تعتبر مصادقاً عليها وحينما تنشر فينبغي النظر هل إن الدولة صادقت عليها بدون تحفظ فتأخذ كما هي وتصبح أسمى من الشيع الوطني وبالتالي ينبغي ملاءمة الشيعات الوطنية معها إذن هذا هو الفهم الصحيح والسليم الذي ينبغي أن نفهمه ونحن ننظر فيه ونقرأ هذا الفصل وهذا نص لهو ديال الدباجة عدنا المصادقة كما صدق عن المغرب هذه اللي تعنيه هل تحفظ أم لم يتحفظ إذا تحفظ ينبغي أن ننظر إلى التحفظ ونعتبي له إذا لم يتحفظ لم يتحفظ ولكن حينما يتحفظ يتحفظ من منظور إحكم الدستور وقوائل الملكة هو يتراسخ وحينما تنشر فينبغي النظر تصبح لها الأولوية على الشيعات الوطنية إذن هذا هو الدباجة وهذا هو نفسه يعني ما جاء في المادة 19 التي تهم المساواة بين الرجل ومرأة لاحظوا أنه بالنسبة للمساواة بين الرجل ومرأة كما وراد في المادة 19 يقول الدستور يتمتع الرجل ومرأة يتمتع الرجل ومرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي المقرأة الأخرى وكذا في الاتفاقيات والمواثق الدولية كما صادق علي المغرب فالذين يأتون الآن يقول لك سيضاء ويقول لك كما صادق علي المغرب وليست مجردا من المصادقة من التحفظ الذي ورد بالسياق المختلفة إذن كما صادق علي المغرب وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وتوابط المملكة وقوانينها كذلك هناك الفصل الأخير الذي أشار إلى اتفاقية الدولية ويمكن أن يكون مصدر إلهامي لنا ونحن نقش الموضوع وهو الفصل 161 الفصل 161 الذي يقول المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة يتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفع عن حق الإنسان والحرية وحمايتها وذلك في نطاق الحرص التام على المرجعيات الوطنية والكون في المجال لاحظوا أن المجلس الوطني لحق الإنسان من واجبه أن يلتزم أولاً بالمرجعيات الوطنية عادة دولية ولذلك حينما تجد المجلساً لا يراعي المرجعيات الوطنية ويهتم فقط بالمرجعيات الدولية فهو يخرق الدستور ويفتأت على مقومات الأمة وعلى ضاميرها ينبغي لكل المؤسسة الدولة أن تأخذ أولاً بالمرجعيات الوطنية ثم تانياً بالمرجعيات الدولية ولكن أحياناً يكون هناك تصادم فهنا ننظر في أولاً ما ليس فيه تصادم ينبغي أن نأخذ به وما فيه تصادم وتناقض فلا يجوز أن نعتمد فيه المرجعية الدولية على حساب المرجعية الوطنية إذن هذا هو الإطار العام وهذا هو الموقع الذي وضع فيه الدستور الاتفاقية الدولية في مقارنتها وفي علاقتها بالقوانين الوطنية وقبل ذلك في علاقة هذه التفاقية الدولية بالدستور والهوية الوطنية الراسخة بعد هذا ما هي الاتفاقية الدولية التي تهموا موضوع الأسرى أهم أهم اتفاقية هي اتفاقية سيداو وهذا الكتب لهو اتفاقية الأساسية في مرحل حق الإنسان التي يعد المغرب طرفا فيها هو فيه طبعتان طبعة قبل من 2019 يمكن نقوله كانت وحد للأسف الشديد أوردت فقط اتفاقية الدولية مجرد عن التحفظات ولما أصبحت مسؤولا أول عن حق الإنسان في المغرب طبعا بعد جالة الملك لأن جالة الملك هو الحامل الحق والحريات وأصبحت مسؤولا عن المندوبية الوزارية طلبت بإعادة طبعي هذا الكتاب لكن إضافة كل تحفظات مع الاتفاقيات لأن المغرب لم يأخذ بالاتفاقيات بشكل مجرد أو كمادة إنما أخذ ما أخذ دون تحفظ وأخذ ما أخذ ببعض التحفظ وأقول بعض التحفظات ما يهمون هو صداو ما هو صداو صداو هو الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال تميز لدى المرأة كما تفهم لأن النص هو نص عالمي نص عالمي ويراد أن تأخذ به جميع الدول ومعلوم أن النصوص دي الحق الإنسان هي في كثير من الحكمة الإنسانية وهي عصارة الفكر الإنساني ما هيش يعني مئة في المئة تعكيس رأي أمتين من الأمم دون الأم الأخرى لا ليس هذا صحيحا بالضرورة وبالإطلاق هي خاضعة لتطور وتطور يعني انعكس على هذا مستوى لهذه النصوص لكن أيضا ينبغي أن نقول بأن كم موازن القوى وموازن القوى الآن لفائدة الغرب وبالتالي فإن هذه اتفاقيات تأكيس إلى حد كبير التوجه الغربي العام ولذلك أتيح للدول أن تقول حينما تصادق بأن هذا النص لا يتفق مع هويتي لا يتفق مع دستوري لا يتفق مع مقويمات فماذا قال المغرب لإسم الاتفاقي التي تعالج موضوع حساس وموضوع العلاقة بين الرجل والمرأة المغرب أولا كان قد وقع الاتفاقي في سنة تتوتسعين ولكن كما قلت لكم التوكيع هو غير بداية مسلسل طويل النشر هذه الاتفاقية كان في 18 يناير 2001 نشرت هذه الاتفاقية في الجرية الرسمية في 18 يناير 2001 وكانت معها مجموعة من التحفوظات والإعلانات مجموعة من التحفوظات والإعلانات التي همت الإعلانات كانت عن المادة واحد وكذلك عفوان 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 كانت عن المادة جوش وكذلك عن المادة 15 وكان هناك تحفوظات عن المادة 19 و16 ومادة 23 غير غير أن المغرب لما ندخل معكم في التفاصيل ودقائق ماذا قال المغرب وكيف غير ما وقيفه في 2011 2011 المغرب أعلن عن أنه يتنازل عن تحفوظه على المادة 19 وتحفوظه على المادة 16 وأبقاق على إعلان تفسيري على المادة الثانية وإعلان تفسيري على الفقراء 4 من المادة 15 وإعلان تفسيري أو تحفوظ عن المادة 29 فقرة 3 إذن خلت ثلاثة الأمور إعلان تفسيري وتحفوظ هنا ما هو الإعلان التفسيري الأول إعلان التفسيري الأول هو كان عن المادة جوج المادة جوج ماذا تقول المادة جوج لم يكن بإمكان مغرب أن يقبلها وليس بإمكاني أن يرفضها لأن فيها كثير من الحق ولكن فأحياناً هذا الحق دي للمساواة من اللي كيعود مساواة ميكانيكية كتعود أشياء لا تقبلها ماشي المغرب معظم الدول وأقول لكم أن هذا الشيء دي للتحفظات دخلوا لموقع الأمم المتحدة قد تلقوا بأن الدول كلها تتحفظ بكل وحدة بطريقتها هذه على هذه المادة المغرب تحفظ على هذه المادة هذه المادة اللي نقول لكم نقرأ عليكم ونقول لكم أشياء مغرب تحفظ المادة جوج قد قاوفية كثير من الحق ولكن كينشوية دي المبالغة في منع التمييز بحيث أنه كأن الرجل هو المرأة أو المرأة هو الرجل وهذه من نسبة لنا لا تستقيم كما لا تستقيم في كثير من الأمم تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتتفق على أن تنتهج بكل وسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز المرأة وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بميل ألف إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساترها الوطنية أو تشريعتها المناسبة الأخرى إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن وكفال تحقيق العمل لهذا المبدأ من خلال تشريع وغيره من الوسائل المناسبة هذا الرسل ما تقبله بإطلاق لأنه خص المساواة وما تقبله بإطلاق لأنه تاني مش المساواة المطلقة با اتخاذ المناسب من التدابير شريعية وغير شريعية بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحضر كل تمييز ضد المرأة تحضر كل تمييز ضد المرأة هذا أمر صعب جدا ونقول لكم صعب جدا ويكادوا أن يكون مستحيل بالأم المتحدة هي صاحبة سد النص ياك هي صاحبة سد النص تفقين أم المتحدة هل الأم المتحدة عمر كان شيء أمين عام دياله أمرأة لم يكن على أشهر والدول هي التي صادقت والدول الكبرى هي التي تصنع الأمين العام بيش نقول الكبرى هي الأمريكا وبريطانيا وفرنسا الدول هي ألمانيا لأنه تطور بشري باقي ما وصلش للمستوى تكريس هذه المستوات المطلقة ما الذي أعطى الله ونعطيه مثال الوئة المتحدة لم تشهد الرئيسة أقصى ما وصلت إليه المرأة هي أن نائبة الرئيس لأول مرة في هذه المرحلة فرنسا طبعا ما أدرك ما فرنسا هل إن رئاسة الدولة الفرنسية وصلت إلى ها المرأة يا أهبد لكن هناك الوئة وصلت فيها المرأة إلى الرئاسة ونجحت ووووووووو إذن كل أمة عندها خصوصيتها وعندها مساراتها وعندها وعندها فلذلك لا ينبغي أن يكون هناك قفز في الفراغ إلى الأمام بدون روية وبدون تمهل كده الجيم فرض حماية قانوني لحق المرأة على قادم المستمع الرجل وضمان الحماية للفعال المرأة عن طريق المحاكم ذات اقتصاد المؤسسة العامة الأخرى في البلد من أي عامل تمييزي معقول الامتناع عن بشرة أي عامل تمييزي أو مرسة تمييزية المرأة وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفقها الانتزام بلعكس نرى ما يستمع أحياناً تمييز الإيجابي التمييز الإيجابي والذي كانت الآن في البرلمان نعطيب واحد لائحة للنساء أنا فاش كنت مسؤول إذا لقيت مرأة وراجل جابوا نفس النوقات في وظيفة من الوضع المرأة قد ممرأة لأنه نقولوا خاصة ندفعوا بالمرأة إلى الأمام ولكن لا نجلبوا مرأة من القاع نقولوا أننا ندرها هي الرأس لأن المرأة هذا يساء للمرأة هذا يساء للمرأة وهذا موضوع لما ندخل في تباصيل فيه إذن لما نقرأ عليكم النص كله النص هذا ليس بالإمكان رفضه كله وليس بالإمكان قابله كله لذلك نجد المغرب المغرب دار في الإعلان هو الذي يجبكم تسمعون جيداً هذا الإعلان ماذا يقول؟ يقول الإعلان على المادة الثانية التي قلت لكم تعلن المملكة المغربية عن استعداد إلى تطبيق هذه المادة شريطة ألا تخل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد توالت عرش المملكة لأن قواعد عرش المملكة ينظمها الفصل الثالث والأربعون من الدستور والفصل الثالث والأربعون من الدستور المغربي يقول إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالولاة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذريته ملك محمد الثالث ثم إلى ابن الأكبر سنا وهكذا ما تعقب إذا المملكة المغربية تقول بأن هذا مقتدرس لا يمكن تجاوزه وأنا قلت وأقول وستتعجبون تعرفون بأن بريطانيا نظامها البرلماني قائم علاش نجم مؤسسات العموم واللوردات اللوردات هل تعلمون أنه ما فيه متمرة هل العدد ستمية وكاذبية اللورد ما فيه متمرة فرأة كل الأمة عندها معطياتها وعندها خصائصها وعندها مويزاتها وعندها أويتها إذا هذه الأول تحفظ الأول عن طريق إعلان إعلان الثاني وهذا أمن فيهم زيان ولهذا أدعو المنتسبين إلى سلك المحافظة كما أدعو المنتسبين إلى سلك الحذاة أن يتأمروا في هذا الذي سوف أكله عليكم لهو إعلان تفسيري المنبكة المغربية تقول أنها توافق على المادة جوج شريطة أن لا تكون منافية لأحكام الشرع الإسلامية علما بأن بعض الأحكام موالدة في مدونة الأحوال الشخصية التي كانت سابقا تعطي للمرأة حقوقا تختلف عن الحقوق المخولة للرجل لا يمكن تجاوزها أو إلغاؤها وذلك نظرا لأنها منبطقة أساسا من الشعر الإسلامي التي تسعى من جملة ما تسعى إليه إلى تحقيق التوازن بين الزوجين حفاظا على تماسك كيان الأسر إذن أنت أيها الإسلام المحافظ لماذا تتسرع وترفض اتفاقية صداو التي صادق عليها المغرب مع هذا التحفظ والتي لا يمكن أن ننظر إلى إلا من خلال التحفظ وأنت أيها الحداتي لماذا تتسرع وتقول لنبغي أن نطبق اتفاقية صداو دون أن تستحضر أن هذه الاتفاقية عليها هذا التحفظ صحيح كان هناك اتطراب في سنة 2011 لأنه تم رفع التحفظ على المادة 16 وأنا في تقديري أنه كان هناك ليس هناك اتطراب كانت اتطرابات أخرى وهذا هو الذي خلق نوع من الاتباب للأسف الشديد الكثيرون يقولون أنتم يعني الحكومة التي كنت أنتسبوا إليها صادقتم على اتفاقية صداو لا لم نصادق على اتفاقية صداو اتفاقية صداو صادقة عليها في 2001 وكانت هناك تحفظات شاملة بل مبالغ فيها أنا أقوم مبالغ فيها و 2011 تم تنقيح هذه التحفظات بطريقة شوية مرتبقة ما صادقنا عليه وما أنا استشرت فيه وفت عليهم وبروتوكول اختياري وإجرائي ما عنده علاقة ب هذا المدهن مطلقا ولكن هذا البروتوكول واذا يعطي للأفراد حق رفع يعني شكايات للجهات الدولة المعنية والتي يمكن أن تبحثها ولكن حينما تبحث على اتفاقية صداو على هذه التحفظات إذن أين هو بالنسبة إليها؟ أين هو المشكل؟ لا مشكل تفقين إذن لما نطور معكم أنا ثم يأخذي صندراء وإن التفاصيل هي اكترى لأن الوقت يداهمني إذن كي نعددنا أيضا اتفاقية الطفل لا تطرحوا أي مشكلة عليها تأتي واحد الباراغ واحد البيان تسيري لا تطرحوا هذه بالعكس هذه اتفاقية إسلامية تكاد تكون مئة في المئة إذن إذا فهمتم هذا الأمر بالنسبة لي أنا رأى تحقق الهدف من مداخلتي ترجمة نانسي قنقر